على رغم من مضي الوضع العسكري وسياسي في سوريا نحو المجهول يبدو ان الاقتصاد في سوريا يمشي بخطة ثبتة نحو الهاوية هاوية لم تعد تخفى على باحث او متابع معارضا كان اموال 45 مليار دولار امريكي قيمة الادعات السورية في مصارف لبنان اداعات في مصارف دولة تعاني من ازمة مالية اصلا هذا ما ورد في دراسة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث الموالي لنظام الاسد حول اثر الازمة اللبنانية على الاقتصاد السوري وفقا للدراسة فان اداعات سوريين تزيد عن ربع اجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار اما قناة بي بي سي عربي فقد قالت ان مبلغ الادعات تجاوز عاتبة 30 مليار دولار بالعودة للدراسة التي ذكرت ان الاثار النقدية والمالية للازمة اللبنانية بدأت بالظهور بشكل سريع على الاقتصاد السوري المصرف المركزي لبناني اتخذ عددا من الاجراءات لتفادي ازمته دفع الحوالي الواردة من الخارج للسوريين الى لبنان بالليرة اللبنانية بدلا من الدولار امر حرم الاقتصاد السوري قرابة اربعة ملايين دولار يوميا تأتي من لبنان الى سوريا طلبوا سيولة من السوق السورية لدعم الطلب في لبنان وزع السيولة القليلة بين السوقين معا ما ضر بسعر صرف الليرة السورية هذه ابرز الاجراءات اللبنانية التي اثرت على الاقتصاد السوري وخفضت سعر صرف الليرة اما في الاسواق السورية فقد وصلت الليرة السورية عتبة الالف مقابل الدولار الواحد هبوط انتزمن مع ارتفاع جنوني في الاسعار بين الليرة الهابطة والسلعة الصاعدة يبقى المواطن السوري في مصافي مواطن العالم الاشد فقرا على وجه المعمورة